اسم الدرس الحوادث التي تصيب العضلات والعظام والمفاصل الوحدة جسم الإنسان الموضوع الحوادث التي تصيب العضلات والعظام والمفاصل الهدف أتعرف أنواع الحوادث التي قد تصيب عضلاتي أو عظامي أو مفاصلي أتنبه وأبحاث لماذا يطالب الممرن اللاعبين القيام بحركات إحمائية قبل المقابلة؟ الإجابة يطلب المدرب من لاعبيه إجراء حركات إحمائية قبل المباراة للوقاية من الحوادث التي تصيب العضلات هل رأيت شخصاً مصاباً بكسر؟ ما نوعه؟ وما سببه؟ الإجابة نعم أخي تعرض إلى كسر على مستوى الصاق سببه سقوط من على دراجته إثر سباق أجراه صحبة تربه في أزقة الحي أخرج المسعفون اللاعب من ساحة الملعب وهو يتألم ممسكاً صاقه لماذا حسب رأيك؟ الإجابة من الممكن أن يكون سبب الإصابة التواء على مستوى الكاحل أفكر انتبهت أم فراس إلى وجود فأر بالمنزل فنصبت فخاً بركن من أركانه وعند عودة فراس من المدرسة وجد قطه قد وقع في الفخ ولما خلصه منه لاحظ أنه غير قادر على الانتصاب على قائمته الأمامية اليمنى فماذا أصابه يا ترى؟ أعبر أحدد نوع الحادث الذي أصاب القط الإجابة من الواضح أن القط أصيب بكسر على مستوى قائمته الأمامية أجرب وأتثبت النشاط الأول أتأمل الرسوم التالية وأحدد نوع الإصابة العضلات المصابة العضلة السليمة الإجابة سورة عضلة أصيبت بانفصام سورة عضلة أصيبت بتمدد عضلي أستنتج يمكن العضلة أن تصاب بي تمزق الشعيرات الدموية واللييفيات العضلية وتسمى هذه الإصابة تمطط وتجاوز حدود تمددها الطبيعي وتسمى هذه الإصابة التمدد العضلية واللييفيات العضلية وتسمى هذه الإصابة بالانفصام تمطط وتجاوز حدود تمددها الطبيعي وتسمى هذه الإصابة التمدد العضلي النشاط الثاني أتأمل الصور بالأشعة السينية المبينة بالوثائق وأبين نوع الإصابة الإجابة الصورة الأولى كسر مفتت الصورة الثانية كسر غير تام الصورة الثالثة كسر تام الصورة الرابعة كسر تام مفتوح استنتج يمكن أن تتعرض العظام إلى إصابات متفاوتة الخطورة منها التفتت ويتمثل في الكسر التام ويتمثل في الكسر الغير تام ويتمثل في الإجابة الإجابة يمكن أن تتعرض العظام إلى إصابات متفاوتة الخطورة منها التفتت ويتمثل في وجود أكثر من جزئين للعظم والذي يتفتت فيه العظم من شدة قوة الارتطام الكسر التام وهو نوعان كسر تام مغلق يتعرض العظم إلى كسر دون أن تصاب العضلات والجلد بجروح أو تمزق الأنسجة المجاورة للعظم كسر تام مفتوح يبرز طرف العظم المكسور من الجسم بعد أن يمزق العضلات والأنسجة وهو خطير جدا لأنه يكون عرضة للالتهاب والتقيح الكسر الغير تام ويتمثل في إصابة العظم بتشقق النشاط الثالث أتأمل الصورتين بالأشعة أي المفصلين يبدو مصابا؟ ما نوع الإصابة؟ الإجابة الصورة الأولى تمثل مفصل كتف سليم الصورة الثانية تمثل مفصل كتف تمزقت أربطته فانخلع ولو قمنا بتصويره بالأشعة السينية لوجدناه على هذه الشاكلة النشاط الرابع أتأمل الصورتين ما نوع الإصابة التي أصابت العضوين؟ الإجابة إصابة العضوين تمثلت في التواء مفصل أي خروج جزئي لرأس العظم مع التواء للأربطة أستنتج تصاب المفاصل بحوادث منها أولاً الالتواء وهو ثانياً الخلع وهو الإجابة تصاب المفاصل بحوادث منها أولاً الالتواء وهو خروج جزئي لرأس العظم من مكانه ثانياً الخلع وهو خروج كلي لرأس العظم من مكانه أطبق النشاط الأول أكمل الجدول التالي بوضع علامة قاطع ومقطوع في المكان المناسب موقع الحادث المفاصل الأربطة العضلات العظام الحادث الكسر الانفصام الالتواء التمدد الخلع الإجابة موقع الحادث المفاصل الأربطة العضلات العظام الحادث الكسر الانفصام الالتواء التمدد الخلع النشاط الثاني أربط بين نوع الإصابة وما ينتج عنها عند الإصابة بتمدد عضلي عند الإصابة بكسر مفتوح عند الإصابة بكسر غير تام يبرز طرف العظم المكسور يصاب العظم بتشقق تتمدد العضلة بكيفية غير طبيعية الإجابة عند الإصابة بتمدد عضلي تتمدد العضلة بكيفية غير طبيعية عند الإصابة بكسر مفتوح يبرز طرف العظم المكسور عند الإصابة بكسر غير تام يصاب العظم بتشقق النشاط الثالث أعمر الجدول بوضع علامة قاطع ومقطوع في الخانة المناسبة الحركة الحركة ممكنة بصعوبة الحركة غير ممكنة تماماً الحادث الالتواء كسر غير تام خلع كسر تام الإجابة الحركة الحركة ممكنة بصعوبة الحركة غير ممكنة تماماً الحادث الالتواء كسر غير تام خلع كسر تام أقيم مكتسباتي أصيب أحد أفراد عائلة فراس بكسر اضطره إلى وضع جبيرة جيبس ونصحه الطبيب بالراحة وعدم الارتكاز عليها عند المشي غير أنه عند عودته إلى المستشفى لمراقبة تطور الكسر لاحظ له الطبيب أنه لم يعمل بنصيحته كيف تفطن الطبيب إلى ذلك؟ الإجابة تفطن الطبيب إلى ذلك بعد إجرائه الفحص وتصويره لموضع الكسر بالأشعة السينية أثري معلوماتي أكون ملفاً حول ما يمكن القيام به لتقوية العظام والعضلات وحمايتها من الحوادث ترجمة نانسي قنقر